ياسر دبابش في تونس كيف هي الصورة لديك؟ ما آخر تفاصيل حظر التجول؟ هباء الصورة في العاصمة التونسية لا تختلف كثيرا عن عواصم دول العالم والدول العربية نحن نتحدث إليكم الآن على الهواء مباشرة انطلق منذ دقائق قليلة حظر التجول الليلي ويمتد إلى غاية الساعة السادسة من صباح غد وفق التوقيت أو حسب التوقيت المحلي طبعا هذا الحظر سيتم التقليص في عدد ساعاته بساعتين مع بدء شهر رمضان المبارك وفقا لآخر القرارات التي أصدرتها الحكومة التونسية بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد أيضا الحجر الصحي الشامل تم إقرار تمديده بأسبوعين إضافيين في كافة أنحاء البلاد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ما بين التونسيين آخر الأرقام والأعداد والإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة التونسية تم تسجيل خمس إصابات جديدة ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة الإجمالية إلى 884 إصابة وكذلك الحال بالنسبة لإعداد الوفيات تم تسجيل 38 حالة وفاة وبالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء 148 حالة وفق بيان رسمي أصدرته وزارة الصحة التونسية طبعا هذه الحالة ستستمر لأسبوعين حتى الثالث من شهر مايو أيار المقبل وسيتم التقليص في بعض الإجراءات وفقا لما أعلنه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاء ترجمة نانسي قنقر